اهلا بكم قررت الامانة العامة لحزب العدالة والتنمية ترشيح الامين العام للحزب سعد دين العثماني وكيلا للائحة المحلية للحزب بدائرة الرباط المحيط بالعاصم الرباط وبحسب ما كشفه النائب الاول للامين العام لحزب العدالة والتنمية سليمان العمراني لموقع البيجيدي فان الامانة العامة بصفتها هيئة التزكية قررت في اجتماعها المنعقيد يوم الثلاثة الثلاثة والفين واحد وعشرين ترشيح الامين العام لحزب العدالة والتنمية سعد الدين العثماني وكيلا للائحة المحلية للحزب بدائرة الرباط المحيط بالعاصمة الرباط برسم الانتخابات الشرعية المقبلة تمانية شتنبير الفين واحد وعشرين وكان الامين العام لحزب العدالة والتنمية سعد الدين العثماني قد كشف في حوار سابق على قناة ميدي آن تي في أنه لا ينوي الترشح في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة التي ستجري اقتراعها يوم تمانية شتنبير المقبل من أجل فسح المجال أمام شباب الحزب مضيفا إلا إذا كان لإعطاء الأمان العام للحزب رأي آخر المشاهدين قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابنوا في لعشان يوتيوب وبرتجوا الفيديو مع صحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوش تدير الجام